لو انت بصيت على فيديوهات يوتيوبر زجبار زي الدحيح مثلا هتلاقيهم ترجم كل فيديوهاته للغة العربية وده ببساطة لانه بيساعد على زيادة مشاهدات الفيديو عن طريق جذب مشاهدين غير ناطقين للغة العربية في الفيديو ده هشرح لك بطريقة سهلة وبسيطة ومجانية وجديدة ازاي ممكن تعمل كده وتجذب مشاهدين لقناتك من جميع انحاء العالم عن طريق ترجمة الفيديوهات في قناتك للغة العربية او بمعنى اخر اضافة ساب تايتلز عربية لفيديوهاتك وبالتالي اليوتيوب هيقدر يترجم الفيديوهات بتاعتك لاي لغة في العالم وده هيخليك توصل لجمهور اوسع واجبر وحيخلي ارباحك في القناة تزيد لان بالطريقة دي هيجيلك مشاهدات من دول اخرى غير ناطقة باللغة العربية ارباح الاعلانات فيها اكبر زي اوروبا وامريكا كمان الطريقة دي بتخلي خوارزمات اليوتيوب تظهر الفيديو بتاعك بشكل اكبر في نتائج البحث لان اليوتيوب بيستخدم الترجمة في معرفة الكلمات المفتاحية في الفيديو بتاعك قبل ما نبدأ الفيديو بافكركم بدعم الفيديو باللايك والشير علشان تشجعونا على صناعة مزيد من المحتوى ولو اول مرة تزوروني في القناة اكيد بيسعيدني اشتراكك ورأيك في الفيديو في التعليقات بعد المشاهدة يلا بينا نبدأ الفيديو طبعا الطريقة اللي احنا هنشرحها النهاردة بتمتاز ان هي طريقة جديدة لان قبل كده لما كنا بنعوز نترجم فيديو على اليوتيوب كنا بنستخدم الفيسبوك باننا نرفع الفيديو بتاعنا على جروب على الفيسبوك او بيج على الفيسبوك وبعدين نخلي الفيسبوك هو اللي يترجم لنا الملف وناخد ملف الترجمة لليوتيوب الوقتي الطريقة دي ابسط بكتير عن طريق برنامج كليب شامب كليب شامب هو برنامج مجاني ومتوفر بالمجان على ويندوز 11 وممكن يشتغل على البراوزر لو انا جيت هنا قلت له try for free هيشتغل على البراوزر هلوجن بالميل بتاعي او ممكن ان انا ادونلود نسخة الويندوز من السايت ده هسيب لكو طبعا اللينكات في وصف الفيديو بعد ما بعمل دونلود للبرنامج بتبقى دي الوجهة الرئيسية بالنسبالي البرنامج بيمتاز ان هو في منتهى السهولة والبساطة اول حاجة بعملها بقوله create a new video create a new video هدوس عليها بالمنظر ده هيفتح لي الوجهة اللي انتوا شايفينها دي لو افترضت ان انا الفيديو بتاعي مثلا موجود على الكمبيوتر بتاعي وليكن اهول فيديو ده فيديو يوتيوب انا كنت عامله قبل كده هبتدي ان انا اسحبه ونزله هنا على الويندو اللي انتوا شايفينها دي قادي الفيديو عندي جاهز اهو هبتدي ان انا اسحبه برضو من هنا ونزله على التايم لاين زي ما انتوا شايفين ما عملتش حاجة صعبة لحد بالوقتي الملف زي ما انتوا شايفين نزل عندي اهو الملف مدته حوالي ست دقيق هنقدر دلوقتي حالا بضغطة زر واحدة ان احنا نعمله ترجمة للعربية بالكامل نرجع تاني للفيديو بتاعنا عشان اترجم الفيديو هدوس على زرار captions اللي انتوا شايفينه فوق على اليمين خالص هدوس عليه كده وبعدين هدوس على turn on auto captions وبعدين هختار اللغة بتاعة الفيديو بتاعي طبعا انا هنا اللغة العربية همستار قربك ايجيبت لان انا باتكلم بالعامية المصرية الميزة هنا ان هو بيفهم اللغة العامية يعني انت مثلا لو بتتكلم بلهجة مثلا خالجية او تونيسية المفروض ان هو هيفهمك لو اخترت العربي المكافئ لبلدك بعد كده حضغط على زرار turn on auto captions هيبتدي ان هو يترجم الملف ممكن ياخد من عشر دقايق لربع ساعة حسب طول الفيديو وصرأة جهازك بعد ما خلص خالص زي ما انتم شايفين بقى عندي ترجمة كاملة للفيديو باللغة العربية بضغطة زر ما عملتش اي حاجة صعبة وكمان الملاحظ ان التوقيتات يعني لو بصيته كده مسلا لو جيت انا هنا في بداية الفيديو وشغلتلكو الفيديو التوقيتات مصبوطة والكلام مصبوط جدا رغم ان انا بتكلم باللغة العامية وده ما بيحصلش في طريقة الفيسبوك اسمعوا كده معايا الفيديو ده حنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل بيت وهي تصميم ديكور المنزل بس الحاجة الجميلة ان احنا حنتكلم عن طريقة سهلة وسريعة باستخدام الزكاء الاصطناعي هنقدم لك موقع مجاني رائع هيساعدك في تصميم ديكور مفيش ولا غلطة في الكلام والكلام مصبوط جدا ومتنصق مع الوقت بشكل دقيق جدا لو انا حبيت ان انا غير اي كلمة يعني مثلا في غلطة في كلمة وانا حابب ان انا غيرها كلمة ديكور دي مثلا عايز اغيرها وخليها تصميم مثلا زي ما انت شايفين بمنتهى السهولة قدرت ان انا غيرها طبعا يفضل انك تراجع على الملف كله قبل ما تستخدمه في اليوتيوب علشان عادة الحاجات اللي هتلقاها غلط هي الكلمات اللي انت كنت تنطقها في الفيديو باللغة الانجليزية فمحتاج ان انت تعيد سياغتها تاني اهم حاجة بقى في اللي احنا عملنا ده كله هو الملف ده download captions dot srt srt file ده علشان نطلع الترجمة باللغة العربية على الفيديو قبل ما تنقل لليوتيوب حابب ان انا اقول لكم حاجة مهمة جدا انت كده استفدت ميزة كبيرة جدا ان خوارزمات اليوتيوب هتفهم الفيديو بتاعك وحتطلع منه الكلمات الرئيسية اللي انت استخدمتها في الفيديو واتطلعها في نتائج البحث وبالتالي عدد المشاهدات عندك هتزيد في معلومة مغلوطة عند ناس كتير فاكرين ان اليوتيوب بيفهم الكلمات المفتاحية لما بنقولها في الفيديو باللغة العربية للأسف ده مش صحيح هو ده صحيح في حالة واحدة بس لو الفيديو بتاعك معمول باللغة الانجليزية لان اليوتيوب بيفهم اللغة الانجليزية بدليل ان هو بيعرف يترجم الفيديو اوتوماتيك لو هو كان معمول باللغة الانجليزية لكن لو بالعربي لازم انت تعمل الخطوة دي تدي له ملف الترجمة اليدوي فدي اكبر ميزة هنستفدها من اللي احنا بنعمله ده ان خوارزمات اليوتيوب هتفهم الفيديو بتاعي بيتكلم عن ايه هعمل دونلود لملف الكابشنز هكليك هنا ورينيمه باسم تاني سميه كابشنز مثلا بعد كده هتنقل على اليوتيوب علشان ازبط اعدادات الفيديو ان هو تطلع في ترجمة وانا على اليوتيوب هدخل على يوتيوب ستوديو بتاع القناة بتاعتي ومنه هدخل على لو انت عامل الوجه بالعربي هو اول لنك بعد التعليقات هدوس على سبتايتلز هختار الفيديو اللي انا عايز اترجمه وهو كان الفيديو ده تصميم ديكور المنزل هدوس عليه وبعدين هضغط على زرار اد هتطلع لي الشاشة اللي انتوا شايفينها دي زي ما انت شايفين زي ما قلتلكو اليوتيوب مش بيقدر يترجم الفيديوهات العربي اوتوماتيك لازم انا ارفع له او ادي له ملف اللي انا عامل فيه الترجمة حاجة من هنا اقول له ابلود فايل واختار عادي ويس تايمينج وبعدين اقول له كونتينيو وبعدين اختار ملف الترجمة بتاعي زي ما انت شايفين ده ملف الترجمة نزل بالتوقتات زي ما احنا كنا عاملينه على برنامج كليب شام لو انا عايز اراجع عليه وانا على اليوتيوب اقدر اعمل كده واعتبر في اللي انا عايزه لو انا خلصت خالص بقدر ان انا اقول له بابلش ما بغت على بابلش فبالتالي اصبح الفيديو ده مترجم على اليوتيوب لو انا جيت بقى بحاول اعرض الفيديو ده كمشاهد عادي طبعا قبل الترجمة مفيش مش متاحة لكن دلوقتي لو عملت ريفرش هلاقي ان الفيديو بتاعي اصبح مترجم على اليوتيوب واقدر ان انا اعمل له بريفيو كده زي ما انتم شايفين لو انا جيت هنا وقفت على لو انا مشاهد داخل من دولة تانية وعايز اترجمه لاي لغة تانية فحقول له واختار اللغة اللي انا عايزها اي لغة تانية بس لازم علشان ده يحصل يكون فيه على اقل ترجمة اساسية للغة العربية لو رجعنا تاني على اليوتيوب ستوديو انا ممكن اضيف لغة تانية يعني مثلا عايز اضيف اللغة الانجليزية عاجي من هنا اختار فضاف لي زي ما انتم شايفين لغة انجليزية وبعدين من ساب تايتلز اقول له ااد هنا بقى حقدر اقول له اوتو ترانسليت لان انا كنت اديته ملف الساب تايتلز العربي هقول له اوتو ترانسليت عشان يترجم الملف اوتوماتيك وبعدين هقول له بابلش كمان لو انا عايز اغير التايتل العنوان والوصف لكل لغة علشان المشاهد الاجنبي يفهمه هاجي من هنا عند تايتل ودسكريبشن وادوس على ااد واجي من هنا ادوس على زرار ترانسليت ابتدى ان هو ترجم لي العنوان والوصف للغة الانجليزية بمنتهى السهولة بعد كده هقول له بابلش لو جيت هنا انا كده عملت ريفريش مفروض حيطلع لي التايتل ده باللغة الانجليزية لان انا عامل الوجهة باللغة الانجليزية زي ما انت شايفين كده طلع لي العنوان والوصف باللغة الانجليزية عابب برضو ان انا وريكم مثال من القناة عندي على احد ارقام الفيديوهات عندي زي ما انت شايفين ده فيديو انا كنت عامل عليه ترجمة من فترة فالفيديو زي ما احنا شايفين جايب مشاهدات من دول ما كانش بيجيبها قبل كده زي امريكا والمانيا وهولندا ده لان الفيديو انا قمت باضافة ترجمة عليه عايز اقول لك ان المشاهدات اللي انت ممكن تاخدها من امريكا او من اوروبا لو انت قناتك مفعالة للربح هتعملك ارباح اكبر من ست لعشر مرات ميل المشاهدات من الدول العربية ده لان اسعار الاعلانات في امريكا واوروبا اغلى من الدول العربية بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتم الفيديو لو عاقبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة تزورنا في القناة يسعدني اشتراكك وابداء رأيك في التعليقات شكرا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله